يا شيخ عندي طفلة رضيعة يبارك لك فيها ربنا عندها سنة وثلاث شهور ولبن قليل وعايزة أفطمها علشان تاكل وتتغدى أفيد لها هل ده حرام أن أفطمها؟ في ناس بتقول حرام الفطام في الأشهر الحرم ما فيش حاجة اسمها الفطام حرام في شهر من الشهور إذا رأت المرأة أن الفطام أفضل تتشاور مع زوجها فإن أرادها فصالاً أي فطاماً عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما تتشاور مع الزوج إذا الله أفطميها فطميها خلاص قال لأه يبقى الأحسن نكمل لعند السنتين لحد ما يجف في اللبن نقدر بقى نعوضها وإحنا بنردع نعوضها بحاجات كده بسيطة سواء كان لبن آخر أو كان غذاءاً يناسب سنها أو وضعها لكن الفطام الفطام يكون بالتشاور مع الزوج والله أعلم الحل والحرم في إيه؟ الحل والحرم في أنا أقدر ولا مش أدرة البنت محتاجة إيه؟ وأنا أدرة ولا لا؟ لكن ماذا لو البنت مش محتاجة اللبن وأقدر أفطمها بعد سنة خلاص؟ الكرآن قال إن أراد والولدات يرضعن أولادهن حولين كمين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ لمن أراد؟ إذن الأمر ليس على سبيل اللزوم يعني يمكن أن المرأة تفتم قبل كده مهدورةش